مؤلف شاعر روائي أديب مسرحي مدرس ألف ما يزيد على ستين مؤلفا في القصة والمسرح ومنها ملحمة عمر حقق شهرة واسعة وحصل على جوائز وأوسمة أدبية رفيعة منها جائزة الدولة التشجيعية حصل على الجنسية المصرية لأول مرة مع الأدب الإنجليزي وخصوصا مع شيكسبير أصابتني هزة وأحسست أن هناك إمكانيات في لغتنا العربية لم تستغل بعد إنها كالأرض البكر الغنية وأنا من المؤمنين بغنى اللغة العربية وثروتها الهائلة وازددت بمعرفة اللغات الأجنبية إيمانا بهذا المبدأ بأن اللغة العربية تفوق اللغات جميعا في ثروتها ومادتها وغناها بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بضيفي اليوم من أعلام اليمن مؤلف شاعر روائي أديب مسرحي مدرس من بلاد حضرموت إنه علي أحمد محمد باكتير الكندي الحضرمي ولد في مدينة سوربايا في أندروسيا عام 1328 هجرية الموافق 1910 ميلادية التحق بداية في المدرسة الخيرية التي أنشأها اليمنيون في سوربايا من اندروسيا وكان من أوائل الخريجين فيها وحين بلغ الثامنة من عمره قدم به أبوه إلى مدينة سيئون من حضرموت فتابع دراسته أولا على يد عمه العلامة محمد بن محمد باكتير فحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة النهضة في مدينة سيئون فكان من أبرز طلابها وكتب قصائده الأولى فيها وهو في السادسة عشر من عمره في سنة 1925 تولى إدارتها ثم أصدر مقلة أسمها التهذيب شاركه فيها الأستاذ محمد بن حسن بارقا وتزوج في هذه الفترة من فتاة حضرمية حبها لكنها ماتت رحمها الله وفي سنة 1933 غادر مدينة سيئون إلى عدن ثم إلى الطائف في بلاد الحجاز ثم إلى مصر حيث استقر به المقام هناك والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فحصل على ليسانس ثم على دبلوم معهد التربية للمعلمين حصل على الجنسية المصرية سنة 1951 ميلادية لزواجه من سيدة مصرية ثم عمل في التدريس أربع عشرة سنة في مدينتي القاهرة والمنصورة ثم عين في قسم الرقابة الفنية في وزارة الثقافة المصرية وأسهم في الحياة الأدبية وكان من زملائه الأستاذ عبد الحميد جودة السحار والرواء نجيب محفوظ والأستاذ عادل كامل ثم دعيا للعمل في مصرحة الفنون شارك مع بعض البعثات الثقافية المصرية وزار كلا من الاتحاد سوفيتي وفرنسا وسواهما وفي هذه الأثناء نبغ في كتابة المسرحية الشعرية فألف ما يزيد على ستين مؤلفا في القصة والمسرح ومنها ملحمة عمر وهي الملحمة الإسلامية الكبرى زهاء عشرين جزءا طبعت مرارا وفيها قصة الفتوحات الإسلامية في عهد عبر الخطاب رضي الله عنه في سياق روائي جميل التوراة الضائعة كتابه وإسلاماه مثلت فيلما سينمائيا ورومي وجوليث ترجمها عن شاكسبير بسمار قحة مثلت على المسرحة المصري شعب الله المختار الشيماء شادية الإسلام أنتقتها السينماء المصرية على شكل أوبريت ديوان شعري وهو من أوائل من كتب الشعر المرسل الحر بالتضاهي مع الشاعر العراقية نازك الملائكة كان رجلا متمسكا بالقيم الدينية والخلقية سمح النفس رضي الطب لا يعرف الحدة ولا الغضب وقد أقام في مصر بقية عمره وحقق شهرة واسعة وحصل على جوائز وأوسم أدبية رفيعة منها جائزة الدولة التشجيعية في مصر على مسرحيته هاروت وماروت المسرحية جميلة هاروت وماروت ووسام العلوم والفنون الذي سلمه إياه الرئيس جمال عبد الناصر كما حصل على وسام الشعر ووسام عيد المعلم وصدرت في رتائه وزيرته مقالات ودراسات عديدة لا يسمح المقال أن أستعرضها الآن ونشرت في شتة الصحف العربية كما صدرت عنه كتب من الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية توفي رحمه الله في مدينة القاهرة وقاورة لإمام الشافعي في الأول من شهر رمضان المبارك عام 1389 هجرية الموافق 10 نوفمبر 1969 إلى لقاء مع ضيف آخر جديد